اهلا وسهلا صباح الخير للكل بها الفقرة اعتقد اني رح يستفيد وكثير من المشاهدين رح يستفيدوا من المعلومات اللي رح يقدم لكم ياها من خلال طبعا ادارة الاعلام في الدفاع المدني اللي دايما بزودونا بمعلومات حول موضوعات الى علاقة بالاسعاف المرة رح نحكي عن موضوع الكسور يعني كلنا وان شاء الله الله يحمي الجميع ولكن نتعرض احنا اولادنا اللي حوالينا لا كسور نتيجة حركة خاطئة ونتيجة سقوط معين كيف نتعامل بالطريقة الصحيحة بحيث ما نأذي المصاب ويوصل يعني للعلاج الطبي بحيث ان يكون مرتاح وبدون مشاكل او يتفاقم عنده الوضع بشكل كبير اليوم بصرنا ان يكون معانا الوكيل رجاء السرحان صباح الخير اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك طبعا نشامة دفاع نشميات الدفاع المدني اهلا وسهلا حنشوف على اللوكيشن التاني كمان صبايا كمان هبة ان شاء الله ابو خرمة والعريف اخلاص العبادي حيطبقولنا برضو بشكل عملي اللي بتحكي عنه الوكيل رجاء اهلا وسهلا فيك اهلا حيك صباح الخير يعني احنا كنا حكينا بحلقات ماضية عن الكسور حكينا في المرة الماضية عن الكسور يوم ننكمل ان شاء الله ان شاء الله هلأ موضوع الجبيرة كاسعاف اولي اعتقد انه شوية الناس مش فاهميته بشكل كويس يريت لو تحكي لنا عنه احنا في البداية ايش الهدف في عنا من تثبيت الكسر في عنا عدة اهداف اول شي انه بيكون مرات في عنا كسر بسيط ما بدنا اياه الضعف يصير في عنا كسر مضاعف غير هيك انه كمان لما احنا نثبت الكسر فهذا بيخفف من الألم عند المصاب وكمان بيحد من حركة العضو المصاب فما بيتحرك اكثر عشان ما يعمل مضاعفات اكثر عند هذا المريض لحينو وصوله للمستشفى فهذا الهدف من جراء الاسعافات الاولية فيما يخص الجبيرة او تثبيت العضو المكسور او العضو المصاب هل الجبيرة احنا ببيوتنا بجوز مع الناش المواد الملائمة حتى نعمل جبيرة مناسبة شو ممكن نعمل ايوة في البيت طبعا الجبائر رح تكون استنباطية اكيد فممكن انه شو الاقتراحات الاقتراحات ممكن كتاب ممكن مجموعة جرائد نصفتها فوق بعضها البعض وبنجبر نعملها على شكل حرف اليوم بنقوسها وبنحطها بنثبت فيها ممكن اي قطعة خشبية انها تكون مناسبة ممكن انه انا اثبت فيها العضو المكسور تمام يعني حتى على مستوى مثلا مرات كسور الاصابع ممكن اثبت صحيح ممكن انه اذا ما لقيت شي انا اثبت فيه ممكن قلم قلم اثبت فيه معلقة انا عم بتخيل ممكن يعني اذا سكرت معنا خلص ما فيش مجالي يعني انه ما في عندي شيء استخدمه اثبت فيه ممكن انا استخدم الجسم نفسه كجبيرة كيف العضو السليم استخدمه كجبيرة يعني مثلا لما انا اجي اثبت فيه حالات كسر الساعد لما انا اجي اعمل العلاقة واثبته على جسم المصاب الآن جسم المصاب نفسه معلقة هذا يعتبر عبارة عن تثبيت جبيرة تبعا الاصابع نفس الشي اصابع الايد الآن لما ما لقيت ايشي انا اثبت فيه الاصبع المكسور الاصبع اللي بجنبه السليم هذا يعتبر جبيرة ربط طبعا الاصابع التانية اي وقت تثبيت بثبت فيه احنا صبايا شو ممكن يورجونا يعني هيهم احنا بدنا نحكي عن الجبيرة اي وكسر الساعد طبعا احنا هون معنا الجبيرة الخشبية لكن ممكن في البيت اذا مزبوط فيه كتاب ممكن نكون طويل ممكن صحيح يعني ده الكاميرا معاي هون ممكن كتاب نعمله بهذا الشكل او مجموعة جرائد مثلا انها تكون ممكن انه احطها بالشكل هاد اوكي والف حواليها اوكي بحطها بالشكل هاد وبالف عليها هيك انا ثبتت وهذا منطبق على الساق مثلا ممكن نفس الشي هلأ فيه انواع كسور بدنا نكون شوية من تبهين لها يعني هدولة بسيطة مثلا نحس انه الايد الرجل صحيح الاصبع زي ما انتي شايفة هون خلاص بتثبت معانا كسر الساعد طبعا احنا استخدمنا جبيرة خشبية هون طبعا احنا بنثبتها بشاش مثلا باي قطعة قماش متوافرة موجودة او بشاش او بكريب باندج موجود عندنا في البيت بعد ما نثبت العضو المصاب هون بدنا نعمل العلاقة فاحنا بدنا نحاول نوصل للمشاهدين انه انت كيف تعمل العلاقة عندك في البيت على اساس انه يثبت الساعد المصاب وبالعلاقة عادة انت تعلق بالرقب ايوة صحيح بس بدنا نراعي انه في حالة الربط انه ما نشدها كثير بحيث انها ممكنها تقلم او ممكنها تأذي المصاب اوكي طبعا لازم يكون في عنا الرباط يكون مثلث على شكل مثلث او قطعة قماش ممكن تكون على شكل مثلث نعم الان نحكي رأس المثلث رأسه بيكون لجهة الكوع كوع اليد المصابة اوكي من اسفل اليد اوكي بيكون رأس المثلث على الكوع بحيث انه الطرفين الرفان ايوة الان الطرفين واحد رح ينرمي على الكتف والطرف الثاني رح يكون على الكتف الثاني بلف على الرقبة ايوة ايوة بالظبط بنجيب الطرف الثاني على الكتف حلو هذا كتير يعني هاي الاجراءات قديش ممكن اذا لم نجد استخدامها بالشكل الصحيح ممكن انه يتفاقم الوضع وصحي مضاعفات صحيح بينما اذا كنا كتير مثقفين بالاسعافات اكيد هي مش صعبة هي صحلة يعني عملية عمل العلاقة وكيف احنا بنثبتها وبنربطها وراء الرقبة سهلة هي مش صعبة الان في بعض الناس مثلا بيصير فيه كسر بيجي مثلا انه حاول يعدل الايد او يحاول انه مدها او يحاول انه يعمل فيها شيء لا خليها على حسب ما انكسر ممكن انه ضاعف صحيح ممكن انه ضاعف يعني مثلا انا بعتقد يعني ما بعرف حسب معلوماتي انه اللي بتنكسر ايد ومثلا بتاخد شكل معين خلاص بنخليها على هذا الشكل نخليها احنا بنثبت بنعمل الجبيرة والتثبيت على ما هي عليه على الوضعية خلاص احنا جينا مثلا على واحد ايده متعرضة لاصابة مثلا في الوضعية انا ما بحاول ارفع ايده واثنيها واثبت لا خلاص بثبت على ما هي عليه تمام هاي في حالة كسر الساعد شو كمان مثلا اذا كان في عنا كسر في الاصبع في هاي الحالة كسر الاصبع في هاي الحال ممكن زي ما حكيت لك اي قطعة خشبية صغيرة متوفرة عندي ممكن جلم انا اثبت في اذا ما كان موجود عندي شيئ انا اثبت في الاصبع الان انا بستخدم الاصبع لجنبك جبيرة الاصبع السليم هاي نعم نشوف احنا هبا ورجاء واخلاص اعمالهم برضو باللف عليه طبعا احنا شاش احنا استخدمنا الاصبع لجنبك جبيرة من غير شارعن هبا شكرا لتعاون في هاي الحالة هاد في حال كسر الاصبع استخدمنا احنا الاصبع السليم كجبيرة في حال اذا ما توافر عندي مثلا اي قطعة خشبية او اي وهذا الشاش ممكن يعني لو حتى مش موجودة هادف منه التثبيت ممكن اي قطعة كماش متوافرة عنديها لا اعتقد انه في اي مكانا في صحيح هو لازم يكون المفروض انه في كل بيت يكون في عنا الادوات الاولية صحيح يكون في عنا مثلا زي صيدلية صغيرة مصغرة يكون فيها بلاستر يكون فيها يود يكون فيها خافة حرارة وميزان صحيح هاي الاشياء المفروض انها تكون موجودة يعني لانه واحد معرض في اي لحظة يعني انه يعني يعني معرض لاصابة الان اذا مثلا كان في عنا اصابة في الابهام او في مشط اليد في هاي الحالة احنا بنستخدم اي قطعة قماش او مثلا لكرب باندج نفسه بنحاول نحطه في باطن اليد وبنخلي المصاب انه يمسك عليه شوي في حال اصابة الابهام او اي اصابة في كف اليد نفسها او بنثبته طبعا بنلف عليه الكرب باندج او بنلف عليه الشاش نحن الوصول للمستشفى هاي اصابات اعتقد من الاصابات اللي الناس ما بتخاف منها كتير الاصبع الايد الرجل اللي بيخوفوا اصابات العمود الفقري ايوه هدول كيف نتعامل هدول كتير حساسين في التعامل مع المصاب يعني احنا كلنا بنعرف انه اذا فيه مصاب بالعمود الفقري او بالرقبة بدك شوي شوي تتعامل طبعا اصابات العمود الفقري زي ما بتعرفي بيكون معظمها ناتج عن حالات السقوط اه الان احنا ما بيهمنا السرعة او انه انت تيجي تقدم الخدمة الاسعافية في حالة اصابات العمود الفقري بقدر ما يهمنا انه انت تشتغل شيء صحيح لانه اي خطأ ما تقديه اي خطأ رح يقدي الى اي ذاقه فممكن انه يظل هذا الشخص مقعد طول حياته ممكن يسبب شلل صح لا سمع الله ففي حالة اصابات العمود الفقري في هاي الحالة طبعا احنا بنعمل فقط تثبيت لرأس المصاب اوكي فقط تثبيت لرأس المصاب نعم الان اذا كان ممكن انا استخدم انه انا الركب احطهم حوالين رأس المصاب اني اثبت من هون ومن هون زي ما انت شايفة كيف اخلاص لا تعمل بثبت رأس المصاب باليدين بالاضافة الى انه احط رأس المصاب يعني بين الرجلين عند الركب الهدف منه التثبيت انه انا بمنع الحركة تمام لان اذا كان هذا المصاب فاقد الوعي انا بستخدم حركة اللي انا اظلم حافظة على المجاري التنفسية انها تكون فاتحة لحين وصول كادر الدفاع المدني كمام طيب احنا وكل اخلاص هنودع المشاهدين هنترك يعني صبية يعني على انشارة النهاية تعمل لنا الاسعافات الاولية للعمود الفقري لم يعد لدينا وقت كافي فبدي اشكرك كتير على وجودك معنا دايما معلوماتكم والله عم تغنينا كثيرا عاجزة عن الشكر شكرا جزيلا لك والله يستخدم ونخلي الكاميرا مع الصبايا شكرا جزيلا موسيقى موسيقى اشكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك اشكرا جزيلا لك